اهلا بكم ونستهلو الظهيرة بالعنوين الجيش السوري وحلفائه يحبطون هجوم المجموعات المسلحة في مزارع الملاح بريف حلب الشمالي ومقتلوا عشرات المسلحين بينهم مسؤولون ميدانيون في زيارة هي الأولى منذ تسع سنوات وزير الخارجية المصري في إسرائيل اليوم ونتنياهو يرى تغيرا في العلاقة مع القاهرة وأنا أريد إسقاط النظام الغران تعتبر مشاركة ترك الفيصل في مؤتمر مجاهد خلق دليلا على استخدام السعودية الإرهابيين لتحقيق أهدافها وتصف تصريحاته بالأوهام الرئيس هادي وأعضاء حكومته في مارب شمال شرق اليمن وقصف سعودي عنيف على حرض وميد الحدوديتين واشتباكات في تعز مقتل ستة جنود أتراك في هجومين جنوب شرق البلين أكدت تنسيقيات المسلحين في سوريا مقتل عشرات المسلحين في معارك مع الجيش السوري وحلفائه في محيط مزارع الملاح في ريف حلب الشمالي وبين القتل المسلحين مسؤولون ميدانيون وكان الجيش السوري وحلفائه قد أحبطوا وأوسع هجوم لجبهة نصر وحركة نور الدين الزنكي وفصائل مسلحة أخرى باتجاه نقاطه وبصد هذا الهجوم يكون الجيش قد حافظ على سيطرته النارية الكاملة على طريق الكستلو للمزيد حول آخر التطورات الميدانية ينضم إلينا من حلب الزميل مجد ليلى مجد مرحبا إذن أهل لديك معلومات عن حصيلة هذه الاشتباكات بين الجيش السوري وحلفائه من جهة والمجموعات المسلحة نعم أحمد يعني بعد أن أعلنت هذه التنظيمات التي هاجمت يوم أمس مزارع الملاح الجنوبية أعلنت عن عشرات القتلى بين صفوفها يعني بلغ آخر رقم تم الإعلان عنه هو 75 قتيلا من بين التنظيمات المسلحة من فيلق الشام وحركة نور الدين الزنكي بالإضافة إلى جبهة النصر التي قادت هذا الهجوم طبعا ما الملفت للنظر في نتائج هذا الهجوم يوم أمس هو كمية القيادات أو أعداد القيادات الذين قتلوا بنيران الجيش السوري يوم أمس يعني هناك قيادات تابعة لفيلق الشام مثل يعني الرائد المنشق زهير أو العقيد المنشق محمد بكر وهو مسؤول للقطاع الشمالي في فيلق الشام أيضا يعني مقتل القائد العسكري الكتاب الصفوة هذه الكتاب التي دربت أمريكيا بدعم سعودي وتركي يعني وشكلت على مدى الأيام الماضية عماد قوة صواريخ التاولد المجموعات المسلحة المتواجدة في ريف حلب الشمالي طبعا وجود هؤلاء القيادات في هذه المعركة يعني دل على تخبط كبير بين صفوف المجموعات المسلحة بعد قطع طريق الكاستيلو أيضا ما زاد من هذا التخبط يعني هو استهداف الأحياء الشرقية لمدينة حلب هذه الأحياء التي كان المسلحون يعولون عليها لبصول الامداد من أحياء حلب من داخل أحياء حلب الشرقية باتجاه جبهة طبعا الطيران الروسي ليلة أمس إضافة للمروحيات السورية يعني تكفلت في زيادة إرباك المسلحين وأنهيار صفوفهم في الاشتباكات يوم أمس يعني عشرات الغارات الجوية لم تقطع ليلة أمس على أحياء حلب الشرقية بالإضافة إلى استهداف حي بني زيد ومعامل الليرامون أيضا ومحاور طريق الكاستيلو ومخيم حندرات كل هذه المناطق هي مناطق يعني كانت بمثابة نقاط ارتكاز المسلحين ومصادر للدعم والمؤازرة باتجاه هذه باتجاه جبهة مزارع الملاحة الجنوبية طبعا هجوم يوم أمس انطلق بشكل أساسي من محور حريتان باتجاه يعني مزارع ملاحة الجنوبية ومن محور الكاستيلو تحديدا منطقة الكاستيلو وأيضا هذه القوات حاولت تقدم باتجاه مناطق الجيش السوري ومواقع الجيش السوري في مزارع الملاحة الجنوبية إلا أن الجيش تمكن بعملية التفاف من تدمير ثلاث مفخخات كانت من المقرر أن ترسل إلى خطوط الجبهة وإلى مواقع الجيش السوري أيضا تمكن باستهداف مدفع وصاروخي مكثف طيلة ليلة أمس من قتل أعادات كبيرة من هؤلاء المسلحين المهاجمين بعض المصادر تحدثت أيضا أحمد عن حصار حوالي 150 مسلحة على طريق الكاستيلو هذا الطريق بات مقطوعا بالنار هناك ناشدات لعملية لسحب هؤلاء المسلحين المحاصرين في منطقة ومحور طريق الكاستيلو بعد أن تمكن الجيش السوري من رصد كل التحركات للمسلحين على هذا الطريق وبالتالي قطع طريقهم باتجاه العودة إلى أحياء حلب الشرقية وأيضا قطع طريق عودتهم باتجاه الريف الشمالي بطبيعة الحال يعني ليلة أمس أيضا حاول المسلحون في أكثر من جبهة تحديدا في حلب القديمة حاولوا فتح جبهة أخرى بالتوازم مع هجوم المسلحين على مزارع الملاحة الجنوبية يعني حاولوا إرباك الجيش السوري المتواجد والمتمركز في قلعة حلب تم استهداف أحياء عديدة من مدينة حلب بالقثائف المتفجرة أيضا في المحور الشمالي الغربي تم استهداف جمعية الزهراء وضاحية الأسد أيضا بهذه القثائف يعني هذه محاولة كانت إرباك الجيش السوري ونقل المعركة من محور مزارع الملاحة في الريف الشمالي إلى داخل مدينة حلب يعني لتخفيف عن هؤلاء أو لتخفيف عن الجبهة الجبهات المشتعلة في محيط مزارع الملاحة الجنوبية اليوم يعني الجيش السوري يعمل بشكل أساسي إلى قصف محيط طريق الكستيلو اليوم يعمل على التمهيد للتقدم باتجاه طريق الكستيلو يعني قطع مسافة 400 متر بحاجة إلى تمهيد كبير بحسب جغرافيا المنطقة بدأت بالسيطرة على الجرف الصخري أيضا ستشمل تمهيد الكبير لمخيم حندرات ستشهد تمهيد الكبير لمعامل الليرمون وأيضا فصل جبهة معامل الليرمون عن جبهة بني زيد وهذا الأمر حققته مجموعة من قوات النخبة يعني يوم أمس اقتحمت أحدى المجموعات الحرس الجمهوري الموجودة في منطقة معامل الليرمون اقتحمت محالج الرصافة والثورة أيضا أبنية الكولونيز والمولات هذه المناطق يعني بطبيعة الحال هي مناطق مواجهة لحي بني زيد من الجهة الغربية وستوفر يعني تغطية نارية جيدة للجيش السوري وقطع جيد لخطوط الإمداد للمسلحين يعني يبدو أن هناك غارة الآن أحمد على مناطق منطقة معمل الشقيف هذه الغارة الجوية الآن تنفذ يعني هذه بطبيعة الحال هذه الغارات يعني لا تنقطع طيلة الليل سنظهر بالكاميرا لكم أثار هذه الغارة هي غارات يعني عنيفة تتركز على نقاط أساسية يتم رصدها بطيران الاستطلاع أيضا ويتم يعني مباشرة استهداف هذه النقاط هذه الغارة تحديدا يعني هي المنطقة الفاصلة بين حي بني زيد ومعامل الليرمون قبل قليل كان هناك استهداف لمنطقة معامل الشقيف وكان هناك دخان كثيف أسود متصاعد يعني هذه الاستهدافات تشمل آليات المسلحين دباباتهم وطرق ووسائط نقلهم بين الجبهات يعني هذا الأمر كما ذكرت يمهد بشكل كبير لزيادة إرباك المسلحين وإدخالهم في حالة من الفوضى يعني فصل جبهة أحياء حلب الشرقية عن محور الكاستيلو بالنار هو يعني عامل أساسي سيساعد الجيش السوري في التقدم باتجاه حسم معركة طريق الكاستيلو وقطع آخر أربعمائة متر وصل إليها من مزارع الملاحة الجنوبية باتجاه طريق الكاستيلو وطبعا أيضا يعني الحديث في إطار عملية التقدم باتجاه طريق الكاستيلو وتركيز نقاط نارية للجيش السوري عليه يعني الجيش بحاجة إلى حسم أيضا معركة الكاستيلو وهي منطقة جغرافية واسعة تتميز بطبيعة مفتوحة بطبيعة جغرافية واسعة تتشابه معركتها مع معركة الملاح أيضا يعني هناك طرق امداد عديدة باتجاه هذه المنطقة للمسلحين من الريف الشمالي من منطقة تحريتان تحديدا يعني الجيش السوري بحاجة الانتقال لتلك المنطقة من ثلاثة محاور يعني القيادة العسكرية هنا يعني توضح صعوبة هذه المنطقة وتوضح صعوبة الأمتار الأخيرة في الوصول إلى منطقة الكاستيلو وإلى طريق الكاستيلو تحديدا طبعا يعني المسلحون الآن أحمد في أحياء حلب هم في حالة يعني تخبط وانهيار كبير في صفوفهم يعني هذا الهجوم الذي الذي نفذ يوم أمس في على جبهة مع مزارع الملاحة الجنوبية يعني هو هجوم يعني لا يقارن بالهجمات السابقة التي نفذها المسلحون هو الهجوم يعني أضعف مما سبقه من هجمات أخرى للمسلحين هذا له دلالة كبيرة يعني على انهيار في صفوفهم تشتت في قراراتهم وأيضا قتل قيادات المسلحين في هذه المعارك يوم أمس كما أيضا يعني له دلالة كبيرة على أن الرمق الأخير أو النفس الأخير لهذه المجموعات بدأ يلفظ من قبلهم خصوصا أن القيادات يعني لم تكن تشارك في السابق في هذه المعارك يعني مجدوكي القول أن المجموعات المسلحة لا قدرة لديها على معاودة الهجوم باتجاه نقاط الجيش السوري بعد السيطرة النارية الكاملة على طريق الكستيلو وكل هذه الأوضاع التي تتحدث عنها على الأرض نعم أحمد يعني أيضا كما ذكرت بالإضافة للقوة النارية الموجودة على محور الكستيلو هناك يعني الأمر الذي تحدثت عنه هو فصل أحياء الشرقية بالنار وفصل طرق المداد الواصلة من الأحياء الشرقية بالنار وبالطيران عن جبهة الكستيلو هذا الأمر يعني أربك المسلحين بشكل كبير أحمد في جبهات حلب الشمالية وهذا يعني يمهد للدخول قريبا في معارك المدن معارك حي بني زيد معارك حسم معركة جبهة معامل الليرمون حسم جبهة قرية الليرمون وتمدد أيضا في المحور الشمالي الغربي انطلاقا من جمعية الزهراء كل هذه المعطيات تدل على أن معارك المدن في حلب باتت قريبة خصوصا يعني أن مقدمة القوات ورأس حربة القوات المتواجد الآن في مزارع الملاحة الجنوبية باتت يعني ترى مدينة حلب من هذه المزارع هي يعني تبدو هذه المدينة منبسطة أمامهم لم يتبقى سوى هذه الأمتار الأخيرة في مدينة أو للوصول إلى الطريقة الكستيلو ومن ثم التفرغ للأحياء الشرقية وأطباق السيطرة عليها بعض أطباق هذا الحصار والذي يعني بطبيعة الحال هو الآن يعني يجري بتمهيد ناري كثيف المقاتلات الروسية يعني لا تغادر سماء حلب المروحيات السورية يوم أمس يعني اشتركت بغزارة نارية في قصف مناطق المسلحين في حلب القديمة وفي أحياء حلب الشرقية شكرا جزيلا لك زميل مجليلة كنت معنا من حلب في زيارة هي الأولى من نوعها منذ تسع سنوات يصل وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم إلى إسرائيل حيث من المقرر أن يلتقي رئيس الحكومة الإسرائيلية بن يمين تنياهو بحسب مراسل الميادين في فلسطين المحتلة الخارجية المصرية قالت أن هذه الزيارة تستهدف تنشيط عملية التسوية وأنها تأتي في إطار دعوة الرئيس المصري لإيجاد حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية من جهته شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين تنياهو على أهمية زيارة وزير خارجية مصر سامح شكري إلى إسرائيل ومحادثاته معه ورأى نتنياهو في خلال الجلسة الأسبوعية لحكومته أن الزيارة تدل على تحصن العلاقات بين القاهرة والتل أبيب آخر مرة زار فيها وزير خارجية مصري إسرائيل كانت عام 2007 قبل عقد من الزمان تقريبا الزيارة مهمة في كثير من النواحي فهي تشهد على التغييرات التي بدأت في العلاقات الإسرائيلية المصرية بما في ذلك دعوة الرئيس السيسي الهامة للتقدم في عملية السلام مع الفلسطينيين والبلدان العربية كذلك وزير الخارجية المصري قادم كمبعوث من الرئيس المصري ونحن نرحب به حول هذه الزيارة ينضم إلينا من بيت لحمدير مكتب الميادين في فلسطين ناصر لحم ناصر مرحبا بداية أخبرنا عن أبرز أهداف هذه الزيارة لوزير الخارجية المصري إلى إسرائيل متى سيلتقي نتنياهو وهل سيلتقي مسؤولين إسرائيليين آخرين سيلتقي أحمد فقط مع نتنياهو هذا ما هو ويرد وسيكون لقاءة اللقاءة بعد الضغف اللقاءة والانتهاء لأن اللقاء الثاني بدأ في الساعة الرابعة والربع سيكون مؤتمر صحفي للوزير شكري ولبن يمين نتنياهو من نقطة ثانية ما تسرب إلا أن هناك إعداد لزيارة قريبة لنتنياهو إلى القاهرة ناصر لم أسمعك جيدا هل وصل إلى إسرائيل؟ طبعا طبعا هناك لقاءة اللقاءة الأول تم اللقاء الثاني الآن يتم في الساعة الرابعة والربع سيكون مؤتمر صحفي وقلت مما تسرب بأن هناك إعداد لزيارة قادمة لبن يمين نتنياهو إلى القاهرة وهو الخبر الأهم حيث أن حكومة نتنياهو تعيش أسوأ أوقاتها نتنياهو معرض للتحقيق هذا الأسبوع بتهم استبيض الأموال قد يضاح بحكمته هو أحوج ما يكون إلى زيارة القاهرة هو أحوج ما يكون لاستقبال سامح شكري نتنياهو عليه وجوب داخلي كبير جدا زي هذا جالون هيرتسوك جميع المعارضة وزعماء وأكتاب إسرائيليين طلبوا بالاستقالة في هذا الظرف يأتي سامح شكري لا يعرض بعد ما هي الملفات التي ستثار لكن بكل حال من الأحوال من الطرف الفلسطيني كان هناك كيل المديح للوزير المصري وللموقف المصري وخصوصا أن هذه الزيارة جاء فيها مبعوثا شخصيا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي لغاية الآن مكتب نتنياهو تقريبا يحتفل بوصول وزير مصري إلى تلاذيب ومن ثم الإجتماع في القدس الجميع يبحث عن عنوين لكن لا أحد يعرف إلى أي مدى يمكن أن تتحدث الجهتان بعنوين واضحة متى ستكون زيارة نتنياهو للقاهرة أن يخص الأمر المبادرة العربية وخصوصا كما قلنا نتنياهو في أسوأ حالاته حاليا أحمد إسرائيل ناصر كيف تنظر إلى هذه الزيارة؟ بالتحديد ماذا تأمل منها؟ إسرائيل أكثر من إسرائيل إسرائيل الحكومة تقريبا يوم فرح لأن السياسة الحكومية الإسرائيلية هي محاولة فصل العلاقات العربية الإسرائيلية عن العلاقة الإسرائيلية الفلسطينية أما على فعيد المعارضة فهم يرون بأن هذا لن يمنع العجوم المتواصلة على نتنياهو للإطاحة بحكومته على فعيد الشارع الإسرائيلي هناك إعجاب كبير بالتجربة المصرية وكيف تم تثبيت الحكم ويتحدثون عن رئيس عبد الفتاح السيسي بأنه الرجل الأقوى في المنطقة شكرا جزيلا لك ناصر الحمدير مكتب الميادين في فلسطين في مصر أثرت مشاركة وكيل البرلمان المصري سليمان وهدان بمؤتمر المعارضة الإيرانية في باريس ردود أفعال من خبراء وسياسيين معارضين لهذا الموقف سلوك وهدان اعتبره البعض تغيرا في الموقف المصري تجاه عدد من القضايا الإقليمية مؤكدين أنها المرة الأولى خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تدعم فيها القاهرة معارضة في بلد خارجي ضد نظام حكم وفي المناسبة ذاتها قال رئيس الاستخبارات السعودية السابق ترك الفيصل أنه يقف إلى جانب منظمة مجاهدي خلق المعارضة وأشار إلى أن مطلب أسقاط النظام سيتحقق وخلال مشاركته في مؤتمر لمجاهدي خلق في باريس هجم الفيصل بشدة النظام الإيراني والمشد سيد علي خمينئي والرئيس حسن روحاني الفيصل قال أن إيران تنتهك سيادة الدول بحجة دعم الضعافة في العراق ولبنان وسوريا واليمن أما أنتم أيها السيدات والسادة أنتم فإن كفاحكم المشروع ضد النظام الخميني سيبلغ مرماه عاجلا وليس آجلا أريد إسقاط النظام وأنا أريد إسقاط النظام وأنا أريد إسقاط النظام وأنا أريد إسقاط النظام كذلك هجم ترك الفيصل الإمام الخميني الراحل معتبرا أنه ناصر الجماعات المتطرفة في بداية حكمه في المنطقة الشرقية للسعودية وتنكر لجميع الأنظمة الملاكية الإسلامية الحاكمة على حد تعبيره مضيفا أن حركة حماس وحزب الله أدتان في يد إيران لإشاعة الفوضى في المنطقة وهو موقف دنت حركة حماس ومع أن ولاية الخميني لم تتعدى الحدود الإيرانية من الناحية السياسية إلا أن خطاباته وأفعاله جاءت بمنزلة رسالة موجهة منه يطمح فيها للسيطرة على العالم حاول الخميني أن يؤدي دور المرشد الأعلى ليس فقط في إيران وإنما الإسلامية بأكملها وكان الشعب الإيراني نفسه هو أول ضحايا الخميني وتعليقا على مشاركة رئيس الاستخبارات السعودي سابق ترك الفيصل في مؤتمر مجهدي خلق ببريس وتصريحاته قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن الإرهابيين باتوا أداة لتمرير أهداف السعودية في المنطقة وأكدت الخارجية الإيرانية أنه ليس مستبعدا ممن وصفته براعي طالبان القاعدة والشركة الصهينة أن يشارك في اجتماع للفشيلين العملاء للإرهابيين بحسب الوزارة وأضافت أن ذروة فشل الإرهابيين وعجزهم والجهات الراعية لهم في العلن والخفاء تجلت عندما تحدثوا عن أحلامهم الوهمية بحسب القارجية الإيرانية كذلك دانت حماس تصريحات الفيصل حول هذا الموضوع ينضم إلينا مطران الكاتب والباحث السياسي حسين ناريوران ألمك سيد حسين إذن كيف تقرأ مشاركة رئيس الاستخبارات السعودي الأسبق تركي الفيصل في مؤتمر مجهدي خلق في بريس وكيف يمكن فهم توقيت هذه المشاركة بسم الله الرحمن الرحيم في تصوري أن مشاركة الأمير التركي الفيصل في هذا المؤتمر هو يعكس فشل السياسات السعودية فهذه المنظمة هي منظمة إرهابية اغتالت أكثر من 17 ألف مدني في عقد الثمانينات هي منظمة منبوذة على مستوى الشعب الإيراني وهي موجودة في المنفى منذ أكثر من ثلاثة عقود من هنا لجوء السعودية إلى منظمة أعلنت إفلاسها السياسي هو يعكس فشل السياسات السعودية ومحاولة التماس أي قوة لمقابلة إيران في حين أنها تصور تذهب في الاتجاه الخاطئ في هذا الإطار سيد حسين الفيصل هجم بشدة النظام الإيراني ما هي رسائل التي أراد توجيهها من خلال هذه المشاركة وإلى أي مدى يمكن ربط هذه المشاركة في الدور الإقليمي لإيران وتحالفاتها وما تم تحقيقه على الأرض في مواجهة الإرهاب يعني أتصور أن السعودية لا زالت لا تفهم واقع ما يجري في المنطقة السعودية شاركت في هذا المؤتمر بخلال هذه الشخصية يعني بهدف إضعاف النظام بهدف دعم القوات المعارضة في إيران في حين أن ما حدث وهذا هو سلوك مكرر للسعودية سلوك مكرر بالفشل يعني الثورة الإسلامية في إيران هي جاءت تتويج لإرادة شعبية قامت بها أكثرية الشعب الإيرادي السعودية شاركت في حرب صدام ضد إيران ودعمته بخلال تصريحات المسؤولين السعوديين بما يقارب 30 مليار دولار ولكن فشلت لأن هناك إرادة شعب لأن في إيران هناك دولة تستند أساسا إلى القرار الشعبي دولة منتخبة من قبل الشعب ومن هنا هناك علاقة بين الحكم وبين الشعب الإيراني وهذا الشعب يدافع عن هذا النظام عندما تتآمر عليه أي قوة مثل السعودية أو أمريكا أو أي قوة أخرى من هنا تعويل السعودية على منظمة فاشلة لضرب التيار السياسي في إيران والنظام في إيران أتصور هو سلوك فاشل لا يمكن أن يؤدي إلى نتيجة لأن السياسات السعودية فاشلة ومنظمة مجاهدي خلقية منظمة فاشلة بامتياز وليست لها أي موقع سياسي على الساحة الإيرانية سيد حسيني أنا تعتبر أن مشاركة تركي الفيصل في هذا المؤتمر يعني تمثل الموقف الرسمي السعودي وبالتالي السعودية هي ماضية في دعم المعارضة الإيرانية أو مجاهدي خلق ولتحقيق مبتغاها في رحيل نظام في إيران كما قال الفيصل نعم يعني الآن السعودية تتعامل من ضمن إطار رموز سواء كان في تحالفاتها مع إسرائيل أنور عشقي وتركي الفيصل وبندر بن سلطان يتعامل معها وفي تعاملها مع الإرهاب ضد إيران يعني أيضا تتعامل ضمن إطار هذه الرموز تركي الفيصل هو من يعني مهندس التيارات التكفيرية الإرهابية كالقاعدة في عقد الثمانينات وهو الآن يتعامل مع منظمة إرهابية أخرى هي في الأساس قامت باختيالات واسعة جدا داخل إيران هي اختالت الرئيس رجائي الذي انتخب من قبل الشعب الإيراني هي اختالت أكثر من ستين نائبا من مجلس الشورى الإسلامي وهم منتخبون من قبل الشعب هذه المنظمة هي لم تستطع أن توجد قاعدة لها لتنطلق من خلالها قاعدة شعبية بل هي استعملت الإختيال كأدات للوصول إلى الحكم والشعب الإيراني أساسا موقفه واضح تجاه هذه المنظمة من هنا أتصور أن تجربة السعودية في التعامل مع الإرهاب تتكرر الآن من خلال واستعمالها كأدات ضد خصومها تتكرر من خلال مشاركة ترك الفيصل في مؤتمر مجاهدي خلق الخارجية الإيرانية سيد حسين كان لها رد على هذه المشاركة برأيك ما هي الخطوات التي يمكن أن تتخذها طهران بعد هذه المشاركة السعودية وعد هذه التصريحات المعادية لإيران يعني أولا السعودية كانت تدعي أن إيران تتدخل في شؤون المنطقة الآن تضح العكس تماما أن السعودية هي من تقوم بدعم التيارات الإرهابية ضد هذه الدولة أو تلك السعودية كانت تتدخل في سوريا بشكل مباشر في العراق في اليمن في البحرين في الكثير من هذه الدول الآن تبين أنها تتعامل مع التيارات إرهابية ضد إيران أيضا وكل هذا أتصور أنه يجعل السجل السعودي المليء بالتعامل مع التيارات الإرهابية يعني أكثر خطرا على المنطقة وطبيعي أن يكون له رد فعل من قبل الخارجية الإيرانية تدخل في الشأن الداخلي هو أمر منبوث دوليا وديبلوباسيا ولا شك أن الخارجية الإيرانية ستقوم بما يلزم من خلال المؤسسات الدولية في التعامل مع هذه الخطوة في التعامل مع إرهابيين ضد نظام هو عضو في المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة سيد حسين بالإضافة إلى بيان الخارجية الإيرانية ردًا على هذه المشاركة كانت لافتة إدانة حركة حماس لهذه التصريحات كيف يمكن قراءة إدانة حماس يعني أولا السعودية هي تنظر بمنظار خاطئ يعني حزب الله حماس الجهاد هي تيارات تعكس إرادة شعبية في لبنان في فلسطين ولها قاعدة شعبية وإسرائيل رغم التفوق العسكري لم تستطع أن تهزم حركات المقاومة هذه ليس بسبب القوة العسكرية بل بسبب الإرادة الشعبية التي تدعم هذه المنظمات من هنا يعني السعودية لا زالت تصر على أن هذه التنظيمات يتعكس إرادة إيرانية وهذا هو خطأ كبير إيران تدعم الإرادة الشعبية في هذه الدول تدعم إرادة المقاومة ويعني استنكار حماس لهذا التصريح هو يأتي على هذه الخلفية شكرا جزيلا لك الكاتب والبحث السياسي حسين ريوران كنت معنا من طهران ونبقى في إيران حيث قال أمين سر المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني أنه سيحصل تغير ميدني جذري في أبرز نقاط الاشتباك في المنطقة في ظل التنسيق بين إيران وروسيا وسوريا والمقاومة ضد التكفيريين وفي خلال استقباله رئيس المجلس الإسلامي الأعلى عمار الحكيم أكد شمخاني استمرار إيران في مساعدة العراق وسوريا حتى زوال خطر الإرهابيين وقال إن تحرير الموصل يكون بالوحدة الوطنية والاستفادة من الإمكانات الوطنية وفي العراق أعلنت وزارة الدفاع مقتل 42 عنصرا من داعش في نينوى وصلاح الدين والأنبار هذا وتواصل القوات العراقية تقدمها في المحور الجنوبي للموصل حيث استهدفت تجمعات داعش في القيارة وفي الشرقات بصلاح الدين وقد أكملت تمركزها داخل قاعدة القيارة الجوية بعد تأمينها بالكامل كذلك صدت القوات العراقية هجوما لمسلحي التنظيم على البطيبان في الأنبار قواتنا البطلة خلال أيام ماضية كانت تعمل بكل هدوء من دون أي ضجيج إعلامي حررت بحدود 100 كيلومتر سارت 100 كيلومتر من مواقعها لابتداء حركتها إلى القيارة من دون أي ضجيج والحمد لله اليوم دخلت في قاعدة القيارة وحررتها وإن شاء الله نستمر من هذه القاعدة باتجاه الموصل أهمية قاعدة القيارة العسكرية بعد استعادتها من تنظيم داعش من ناحية الجغرافية والاستراتيجية ودورها اللوجيستي بالنسبة إلى معركة الموصل بالإضافة إلى موقعها بعزل وجود داعش بين محافظتي صلاح الدين وكاركوك في هذا العرض لفاطمة روباني أهلا بكم تحرير القوات العراقية قاعدة القيارة الجوية من تنظيم داعش يعد نقلة نوعية في خارطة المعارك المستمرة لاستعادة الأراضي العراقية من يد التنظيم القاعدة التي تبعد عن الموصل معقل داعش مسافة 58 كيلومترا سيعتمد عليها بشكل أساسي كنقطة انطلاق متقدمة للطيران العراقي وتحديدا الطائرات المروحية للمشاركة في عملية استعادة الموصل فالسيطرة على قاعدة القيارة عزلت داعش في الشرقات شمال محافظة صلاح الدين عن الحويجة جنوب غربي كاركوك وتعتبر هذه السيطرة الثانية على محور للقوات المشاركة العراقية في محافظة نينوة بعد محور مخمور وبالتالي هي تشكل محاور انطلاق تمهيدا للبدء باختراق محافظة الموصل والسيطرة عليها تقع القاعدة على بعد 16 كيلومترا غرب القيارة في محافظة نينوة و330 كيلومترا شمال بغداد وقرب الطريق الرابط بين مدينة الموصل والعاصمة العراقية وتتألف من مدرجين ونحو 33 حظيرة للطائرات مدارج القاعدة صممت عام 75 لطائرات ميراج وصخوي وهي بحاجة لإضافات في أطوالها كي تكون جاهزة لإقلاع طائرات F-16 وهي المهمة التي أسندت الهندسة العسكرية سقطت قاعدة القيارة بيد داعش في حزيران عام 2014 خلال فترة الإنهيار الأمني وهجوم داعش اتخذ تنظيم داعش قاعدة القيارة معسكرا وقاعدة عسكرية له ومنذ منتصف عام 2015 بدأ التنظيم بتخريب القاعدة الجوية عن طريق هدم مبانيها وبيع أنقادها كمواد إنشائية وإلحاق الأضرار ببنيتها التحتية والمدارج وإتلاف القطع العسكرية في مخازن القاعدة ونقل المواد الإنشائية والأجهزة والأثاث إلى سوريا وبعد تحرير قاعدة القيارة فر عناصر وقادة تنظيم داعش باتجاه الموصل ربما تمهيدا للهروب إلى الرقة السورية عبر الحدود الفاصلة بين البلدين في غضون ذلك دفع الخرق الأمني الذي شهدته بغداد أخيرا الحكومة إلى اتخاذ قرار قرار إعفاء العديد من قادة ومسؤولي المركز الأمنية لتلافي تكرار ما حصل في الكرادة محمد الفهد الخرق الأمني الأخير الذي حدث في بغداد أسفر عن ارتدادات على المؤسسة الأمنية لجهة التحديث على الخطط المتبعة وتغيير بعض المناصب ولسيما في وزارة الداخلية وقيادة عمليات بغداد في خطوة تقول عنها الحكومة إنها لتلافي الأخطاء السابقة ولاتخاذ إجراءات من شأنها منع تكرار التفجيرات الدامية التي يذهب ضحيتها العشرات من المواطنين وآخرها في منطقة الكرادة هذا من صلب عمل الجهات المعنية التنفيذية أي جهات الاستخبارية جهات الأمنية وزارة الدفاع وزارة الداخلية مستشارة الأمن الوطني المخابرات هذا واجبهم لكن ليس معنى ذلك أنه لا يمكن من غير المقبول أنه لا نقدم النصيحة والمشورة والمعلومات التي نمتلكها إجراءات مشددة وانتشار أمني نفذته قوات الأمن العراقية في مناطق العاصمة بغداد تمثل بإغلاق بعض الطرق التي تحوي مجمعات تجارية فضلا عن تكثيف إجراءات تفتيش المركبات الآتية من المحافظات الأخرى لتتزامن هذه الخطوة الأمنية مع حراك على المستوى الحكومي لإجراء تحقيقات جنائية من أجل كشف خفايا التفجير يجب الاعتماد على العنصر الأمني العنصر الاستخباري لاحظنا أنه وجود ضعف وخلال هذه الفترة الطويلة يعني 13 سنة لم يجد هناك عنصر أمني استخباري كفوق ووسط الإجراءات الأمنية يركز خبراء الأمن على ضرورة إجراء عملية تحديث أخرى تطاول أسلوب المعالج الأمني بين الأحياء والمدن لمنع داعش من توظيف أي خلايا لتنفيذ الهجمات الخطط الأمنية المضادة لأساليب داعش باستهداف المدنيين تحتاج وبحسب المتخصصين إلى تحديثات ومراجعات عالية المستوى فلا دخان بلا داعش لأنه الجهة التي تعلن مسؤوليتها عن أغلب الهجمات التي تشهدها مدن العراق وبطرق متشابهة محمد الفهد بغداد الميادين إلى تركي حيث قتل خمسة جنود أتراك في هجومين جنوب شرق البلاد وقد قتل أربعة من هؤلاء الجنود من جراء انفجار لغم على طريق بولاية هكاري في هجوم أدى كذلك إلى إصابة جندي قالت السلطات أن حزب العمال الكردستاني يقف وراءه وفي وقت سابق أعلن بيان صادر عن رئاسة الأركان التركية مقتل جندي تركي وأحد حراس القرى وهي عناصر محلية متعاقدة مع الدولة إصابة عشرة جنود أخرين بجروح فجرا في هجوم بسيارة مفخخة قرب مخفر للدرك التركي بولاية وان جنوب شرقي البلاد مراسل الميادين في القاهرة بأن تفجيرا استهدف مبنى الوحدة المحلية في قرية السبيل بالعريش من دون ورود أنباء عن إصابات وكانت مصادر أمنية مصرية قد أكدت أن الجيش نجح في تصفية أخطر العناصر المسلحة وسط سيناء والذي يقود تنظيم داعش وهو محمد موسى محيسن البالغ من العمر أربعين عاما المصادر أفدت بأن محيسن قتل على أثر استهداف مخبئه في منطقة وادي الصان الجبلية بصواريخ طائرة أباتشي بعد تعقبه وملاحقته أمنيا كما تمت تصفية ثلاثة من معاوني القصف المروحي أفد مراسل الميادين في اليمن بأن الرئيس عبد الربو مصور هادي وصل صباح اليوم إلى مأرب شمال شرق اليمن برفقة نائبه علي محسن الأحمر وعدد من الوزراء يأتي ذلك وسط تصعود وطيرة الاشتباكات على جبهات عدة في المنطقة وقد أفد مراسلنا بأن القوات السعودية نفذت قصفا مدفعيا وصاروخيا عنيفا على جمارك حرض وثلة الأمن المركزي في مدرية حرض وصحراء ميدي الحدوديتين للمرة الثانية خلال 24 ساعة أطلق الجيش واللجان الشعبية صاروخا باليستيا على تجمعات لقوات هادي جنوب فرضة نهم يأتي ذلك وسط تصعود وطيرة الاشتباكات على جبهات مختلفة شمال شرق صنع وزارة الدفاع اليمانية أعلنت مقتل 25 عنصرا من قوات هادي بينهم قيادي ميدني وإصابة العشرات خلال عملية السيطرة على جبل حيد الذهب بفرضة نهم مقاتلات التحالف السعودي شنت نحو عشر غارات جوية على مناطق المنار والمجاوح مسورة وسبانة والحدود في المدرية ذاتها شمالية شرق العاصمة في غضون ذلك قصفت القوات الصاروخية للجيش واللجان الشعبية تجمعات قوات هادي في محافظة الجوف مستهدفة مخازن السلاح في موقع شيحات شمالية شرق مدينة الحزم وعودت مقاتلات التحالف غارتها على مدرية المتون بالتوازي مع قصف صاروخي ومدفعي على مدرية الغيل المجاورة للشمالي محافظة الجوف الصحراوية الممتدة حتى السعودية شرق اليمن في تعز أفاد مصدر عسكري بمقتل عدد من قوات هادي أثناء محاولة تقدمها باتجاه منطقتين دوي في مدرية حيفان جنوبية شرق المحافظة مقاتلات التحالف السعودي استهدفت منطقة الأحيوك بالترافق مع قصف مدفعي لقوات هادي على الحمراء في مدرية الوزعية جنوبية غربي تعز وإلى مأرب أطلقت القوات الصاروخية للجيش واللجان صاروخا باليستيا على تجمعات قوات التحالف السعودي وهادي في معسكر تداوين الشرقية المحافظة وفق ما أعلنت وزارة الدفاع اليمنية بعد استهداف قوات الرئيس هادي بعشرات صواريخ الكاتيوشا قرأ الحجلان والرمضة ودوار في مدرية الصرواح غربية المحافظة أما على الحدود اليمنية السعودية فتواصل القوات السعودية قصفها المدفعية والصاروخي على مناطق متفرقة في مدرية ميدي في محافظة حجة ارتفعت إلى مائتين واثنين وسبعين قتيلا حصيلة الاشتباكات بين فصيلين متنازعين في جنوب السودان وفق ما نقلت رويترز عن مصدر حكومي المصدر أكد أن بين القتلى ثلاثة وثلاثين مدنيا وأنه سمع عدوي إطلاق نعن كثيف في أجزاء مختلفة من العاصمة الصباح اليوم الاشتباكات كانت قد اندلعت الخميس بين قوات موالية لرئيس البكرة وجنود مؤيدين لنائبه رياك ماشع خمس سنوات مضت ولم تشفى جوبة العاصمة الأحدث في القارة الأفريقية من ندوب الجراحة الانفصالية عن البلد الأم السودان صراع الأيام الثلاثة والهدوء الحذر يخرقه إطلاق نار على مقر بعثة الأمم المتحدة فيها شهود عيان قالوا إن أصداء إطلاق النار ترددت من جديد في مناطق عدة في عاصمة جنوب السودان بين قوات الرئيس ميرديس البكير وخصمه نائبه السابق رياك ماشعر المصادر قالت إن طلقات الرصاص سمعت في ضاحيتين جدال وجبل قرب ثقنات للجيش تضم جنودا موالين لنائب الرئيس السابق قوات حفظ السلام من جهتها تهم بنشر كتبة صينية كاستجابة طارئة لتهديد الذي بات يحتق بالبعثة فاستهداف القصر الرئاسي قبل أيام وصلت بعض شضاياه إلى الشمال الغربي من مخيم الأمم المتحدة عشرة القذائف انفجرت قربه وتضرر أيضا جزء من مخيمات النازحين مجلس الأمن وفي بيانه الأخير أشار إلى إمكانية إعادة النظر في اتخاذ تدابير إضافية وفقا لقرار العقوبات 2280 القاضي بتجميد أرسدة مالية وحضر سفر بعض الأفراد والمسؤولين في جنوب السودان مجلس الأمن ضع أيضا الحكومة الانتقالية إلى الإسراء في التحقيق لمعرفة أسباب أحداث الأسبوع الماضي الدامية ومحاسبة المسؤولين عنها وأكد ضرورة إحكام السيطرة على العناصر العسكرية من كلا الطرفين البيان المشترك لكل من الرئيس سلفاكير ونائبه السابق لأكمشار الذي أعلن التزامهما بالهدوء سقط مع تجدد إطلاق النار فيما تبدو مبادرات السلام في جنوب السودان بحاجة لحياكة أدرى بنفوذ القبيلة وسطوة السلاح قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن حلف شمال الأطلسي يرسل رسالة واضحة مفادها دفاع عن حلفائه وفي اختتام قمة الحلف وارسو أشار إلى أن الدرع الصاروخية تتقدم في رومانيا وبولندا وأسبانيا ولفت إلى أن العلاقة مع موسكو لن تعود إلى طبيعتها ما لن تطبق الأخيرة اتفاقية مينسك بخصوص أوكرانيا هنا في وارسو نجدد تأكيد التزامنا بأمننا المشترك ونحن نمضي قدما مع أهم دفاع جماعي منذ الحرب الباردة تحولات مفصلية في سياسة حلف النيتو الحلف الذي انخفضت ميزانيته إلى الثلث خلال العقدين الأخيرين والذي يطالب الرأي العام الأوروبي بإنهاء خدماته نفض الغبار عن نفسه وأعاد بايدقه إلى الخارطة العالمية بنحو غير مصبوق وميزانيته ستعود خلال سنوات قليلة إلى ما كانت عليه إبان الحرب الباردة الانتشار العسكري الجديد من دول شرق أوروبا إلى البلطيق إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يختلف من منطقة إلى أخرى بحسب نسبة الخطر اتخذنا قرارات لرفع مستوى قوة الردع لدينا ولتأمين ودعم شركائنا خارج حدودنا وهنا نرى أن دعم القوى المحلية أهم من إرسال جنودنا سندرب مئات العراقيين في الأردن قريبا في تونس سنقيم مركزا للاستخبارات وسندرب فرقا خاصة سنرفع مستوى التعاون مع الأردن ونواصل التحضيرات لدعم القوات الليبية في سياستها الأمنية وقريبا ستنطلق حملة بحرية ضخمة في البحر المتوسط اندفاعة الناتو وتحديدا في وجه روسيا تواجه ببرودة من قبل زعماء أوروبا الغربيين لهؤلاء حسابات مختلفة عن الحليف الأمريكي وعن دول الناتو الشرقية علينا أن نبرهن لروسيا أننا حزمون في مواقفنا عندما تستدعي الحاجة ولكن في الوقت نفسه يجب أن يستمر الحوار من أجل التوصل إلى حلول نحن لا نشكل تهديدا لروسيا والناتو ليس له خصوم منظومة الدرع الصاروخية التي بادت عملانية هي ليست موجهة فقط لاعتراض الصواريخ الروسية إنما الهدف الأساس هو إيران إن هذه الصواريخ موجهة أساسا لصب الصواريخ المنطلقة من إيران وهذا ما جرى التركيز عليه الناتو والولايات المتحدة لديهم الكثير من التساؤلات حول صفقة الصواريخ الباليستية المبرمة بين إيران وروسيا فما الداعي لامتلاك هذه الصواريخ الآن الدرع الصاروخية هي إجراء احترازي دفاعي وليس هجوميا الرئيس الأوكراني الذي حضر القمة من دون أن تكون بلاده عضوا في الناتو طالب الروس بالانسحاب من القرم وبإعادة جبه الجزيرة إلى أوكرانيا قمة التصعيد في مختلف الاتجاهات لغة الجنرالات نجحت في فرض وقائع جديدة لمحاصرة روسيا لكن العين على إيران وعلى منظومتها الصاروخية أما الإرهاب فيفضل الغربيون مواجهته عبر القوى المحلية موسى عاصي وارسو الميادين من جهتها قالت وزارة الخارجية الروسية أن قمة الناتو أظهرت أن الحلف يركز جهوده على ردع تهديدات من الشرق لا وجود لها وأكدت الخارجية الروسية أن موسكو تنتظر خلال اجتماع الناتو روسيا في الثالث عشر من الشهر الجاري توضيحا من الحلف بشأن خططه التوسعية كما بشأن خطط فنلندية لتعزيز الدفاعات الجوية فوق البلطق أعلنت شرطة دالاس انتهاء حالة الطوارئ حول مركزها وفي شوارع المحيطة بعد تحذيرات تلقتها بإمكانية استهدافها من قبل مسلحين التهديد أدى إلى تعطيل الحياة في المدينة يأتي ذلك بعد يومين من مقتل خمسة من عناصر الشرطة وإصابة سبعة آخرين برصاص رجل من أصول أفريقية إلى ذلك اعتقلت الشرطة 74 شخصا على الأقل في تظاهرة في نيويورك احتجاجا على ما سماه المتظاهرون بالتمييز العنصري فيما اتهمت الشرطة المتظاهرين الذين جلسوا وسط الشارع بالسلوك غير المنضبط الاحتجاجات امتدت إلى ولايتي لويزيانا ومينيسوتا وعدد من المدن الأمريكية واتسمت بالسلمية إلى حد كبير فيما شاهد احتجاج في بطن روج اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة ألاف الأبناء من لندن وسكانها انضموا إلى عمدة العاصمة البريطانية صديق خان في احتفال دعا إليه إحياء لعيد الفطر خان رأى في هذه المناسبة أنه من المهم اليوم أكثر من أي وقت مضى أن يتحدى أبناء لندن ويمد يد الصداقة في عقابة تصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتصاعد الأخير في جرائم الكراهية شيعت إيران المخرج الإيراني العالمي عباسكيا رستومي وسط مشاركة رسمية وشعبية كبيرة المخرج المولد في طهران ووري الثرى فيها عن عمر ينهز 76 عاما بعد صراع مع المرض حيث وفته المنية في أحد مستشفيات باريس تقرير حازم كلاس هكذا أخرج الإيرانيون آخر مشهد من فيلم حياة المخرج الإيراني العالمي عباسكيا رستومي الآلاف حملوا جثمانه على أكفهم ورفعوا صوره وهتفوا باسمه وبخلود أعماله وادعوه كما يليق بمبدع تجاوز ادعوه حدود بلاده يرحل عن عباسكيا رستومي بجسده لكن هذا العرض لا ينتهي هو الشخص الذي رفع اسم إيران مدويا في السينما العالمية كيا رستومي سيبقى خالدا لن يغيب ذكره سريعا عنه وباب منزله سيبقى مفتوحا لمحبيه وفنه للجميع ينقل عنجيل جاكوب مدير مهرجان كان السينمائي لأربعة عشر عاما قوله إن سينما إيران جوهرة ثمينة مخبأة في عروق السينمائيين الإيرانيين ولو سئلت عن أمنيتي لأردت العودة إلى مقاعد دراسة السينما وأن يكون أستاذي عباسكيا رستومي لم يمتلك عباسكيا رستومي برأي النقاط مفاتيح صناعة السينما فقط وإنما امتلك مواهب عديدة حولته من مخرجا عادي إلى مخرجا عالميا مبدع رسام وشاعر ومصور وكاتب عباسكيا رستومي أول مخرج إيراني حاز السعفة الذهبية لمهرجان كان السينمائي عن طعم الكرز أحد أفلامه الأربعين ينتمي إلى مخرجي تيار الموجة الجديدة في إيران قصص تمثيلية مرتبطة بمواضيع فلسفية وسياسية تسرد عبر حوارات مكثفة وتصور عادة بكاميرا ثابتة في مناطق ريفية باختصار عباسكيا رستومي اتخذ من الناس العاديين البسطاء أبطالا لأفلامه فكانت أعماله قريبة منهم في كل مكان من العالم نقول له شكرا لك لأنك مهدت طريقة السينما الإيرانية الصعبة لتعرض في الخارج وإذا ما كان هناك من رخبة في متابعة السينما الإيرانية في الخارج اليوم إنما هو بسبب جهودك عندما أفكر جيدا لا أفهم سبب كل هذا الخوف من الموت هكذا استعد عباسكيا رستومي لملاقات ربه كما قال شعرا واضعا اسمه بين أبرز عشرة مخرجين عالميين في القرن العشرين وجاعلا الجميع يحس طعم الكرز من بعده مرعا حزم كلا استهران الميادين وإلى الفقرة الأخيرة في هذه النشرة وأبرز الأخبار الرياضية مع زميلة عبير توادي عبير مرحبا مرحبا أحمد شكرا لك أهلا بكم نهائي وكأس أمم أوروبا بين دخول بورتغال تاريخ القارة العجوز للمرة الأولى وعودة الفرنسيين إلى المنصة بعد 16 عاما الأجواء التحضيرية والأمنية والجماهيرية ما قبل المباراة في سياق التقريب التالي لا شك في أن موقعة فرنسا والبرتغال ستنحصر أضواؤها بين كريستيانو رونالدو وأنتوان جريزمان الثنائي يتنافس بجدية على أحراز الكرة الذهبية إلى جانب التتويج باللقب الأوروبي أكثر من قاسم مشترك يجمع اللاعبين فهما من أهم نجوم الدوري الإسباني ويرتديان القميصة رقم 7 كذلك ترك منزلهما منذ الطفول بهدف دخول عالم الاحتراف رونالدو غادر جزيرة مديرا البرتغالية متجها نحو العاصمة لشبونا واجريزمان هاجر مدينة ليون نحو الشمال الإسباني لينخرط في تدريبات ريال سوسيدات فنيا سيعود بيبي إلى تشكيلة المنتخب البرتغالي بعد غيابه عن المبارتين السابقتين بسبب الإصابة سلساء أوروبا سيكون محاطا بنحو مديون مشجع وهو عدد الجالية البرتغالية في فرنسا الجمهور متأهب لدعم اللاعبين داخل الملعب وخارجه ليكون شاهدا على التتويج الأوروبي الأول في تاريخ بلادهم هذا في فرنسا أما في ساحة ماركاش دي بومبال في العاصمة البرتغالية لشبونا فقد بدأت التحضيرات والاستقبال آلاف المواطنين لمتابعة اللقاء النهائي على شاشة عملاقة اللقاء النهائي يمثل تحديا أمنيا للحكومة الفرنسية لذا نشرت وزارة الداخلية 90 ألف عنصر لتأمين المباراة محيط الشانزيليزي سيأخذ الحصة الأكبر من الاهتمام الأمني لأن الساحة ستتحول إلى مسرح للاحتفال بعد نهاية المباراة لذا منعت الشرطة ركن السيارات وأقامت الحواجز من العاصمة البولندية وارسو أطل الرئيس الفرنسي فرانسواء أولوند ليقدم دعمه الكامل لللاعبين لأن الفوز سيجعل كل مواطن فخور ببلده توالت ردود الفعل الصاخطة على إعدام داعش أربعة لاعبي كرة قدم سوريين بقتها الرأس في مدينة الرقاء موقع التواصل تفاعلت مع الخبر الذي نشرته صحيفة ديلي ميرر الإنجليزية قبل يومين حالة من الاستنكار في الوسط الرياضي السوري سدت بعدما كشفت الصحيفة تنفيذ داعش لإعداماته بحق أربعة لاعبين سابقين لنادي الشباب أمام حجد من الأطفال وبحسب الميرر فإن التهمة الموجهة إلى أسامة أبو كويت ونهاد الحسين وأحسن الشويخ وأحمد أهواخ هي التجسس لصالح وحدة حماية الشعب الكردية تغى قرار تأديب محمد كهربا وعرضه للبيع على المشهد الختامي لدوري المصري الممتاز القمة الثانية عشرة بعد المئة بين قطبي الكرة الأهلي والزمالك انتهت بيتعادل السلبي لكنها حفلت بردود فعل صاخطة في القلعة البيضاء على شطم لعبها للمدرب محمد حلمي مدير الكرة أكد نية رفع مذكرة توقيف إلى مجلس إدارة الزمالك الرئيس مرتضى منصور أصدر قرارا بمنعه من المشاركة في تدريبات المقبلة وعرضه للبيع نفى ويسليش نايدر نيته مغادرة نادي جالة السراي التركي بعد تغريبه مليونين ونصف المليون دولار عن حصوله على أحد عشر انذارا في الموسم الفائد النجم الهولندي أسيفة لما حصل معه وأكد احترامه قرار النادي والجمهور على حد سوى شنايدر عاود أمس تدريباته مع الفريق بعد يوم على صدور قرار تغريبه إدهول يدخل التاريخ من أوسع أبوابه ويصبح أول رجل على الإطلاق يرفع وزن 500 كيلوغرام الرابع الإنجليزي حقق إنجازه في مدينة ليتز الضغط الذي تحمله جسمه في الرفع أتبعه نصف في أنفه استدعى تدخل فريقه للمعالجة وفك يديه من الربطات وتصلتي مروحة عليه لتبريد حرارة جسمه الأمريكي جوري بريشوت والإسلامدي بنيدكت ماغنوسون احتل الوصفة مناصفة برفع كل منهم وزن 465 كيلوغراماً تحولت احتفالات مدينة تيروال في مقاطعة أراجون الإسبانية إلى مأساة حقيقية بعد وفاة أحد مصدراته المتادور فيكتور بريو لقي حتفه في نزال انتبعه الألاف داخل الحلبة وعبر ششرة التلفزة الم 27 عاماً لقي حتفه متأثراً بجروحه بعدما طعنه الثور الهائش المجلس البلدية وقف في عالية المهرجان الصيفي بعد حادثة الوفاة لتتفع الأصوات المنددة في بعض المدن إسبانيا بوقف هذا النوع من التقاليد نهاية موجز أخبار الرياضة شكراً لكم على حسن المتابعة والآن عودوا إياكم من الزميل أحمر شكراً لك عبير وفي الختام إليكم تذكيراً بأمراض العنوين الجيش السوري وحلفائه يحبطون هجوم المجموعات المسلحة في مزارع الملح بريف خلب الشمالي ومقتل عشرة المسلحين بينهم مسؤولون ميدانيون في زيارة هي الأولى منذ تسع سنوات وزير الخارجية المصري في إسرائيل اليوم ونيتنياهو قريباً إلى القاهرة وأنا أريد إسقاط النظام طهران تعتبر مشاركة ترك الفيصل في مؤتمر مجاهدي خلق دليلاً على استخدام السعودية الإرهابيين لتحقيق أهدافها وتصف تصريحاته بالأوهام الرئيس هادي وأعضاء حكومته في مأرب شمال شرق اليمن وقصف سعودي عنيف على حرض وميد الحدوديتين واشتباكات في تعز مقتل خمسة جنود أتراك في هجومين جنوب شرق البلاد المزيد من الأخبار والتقارير زروا موقعنا على الانترنت الميدين دوت نات وباللغة الإسبانية اسبانول دوت الميدين دوت نات شكراً للمطابعة وإلى اللقاء شكراً للمشاهدة